أهلا وسهلا بكم أبنائي طالبات وطالبات الصف الأول الثانوي الصناعي مع يونت وان في كتاب انجليش فور اندستريال سكولز في انجليزي تاع مدارس التعليم الصناعي خلصنا جزء من يونت وان وقفنا على التمرين رقم اربعة اللي هو موجود في نهاية الصفحة خمسة يعني تلوقتي قاعد قدام مني معك الكتاب خلصت الدرس الاولاني معك صفحة خمسة ما زلنا في التمرين الرابع هنقضمها بعض وعشان تترجم ميك كويسشنز ميك اخدناها في تلاتة صح يعني اجعل او اعمل اسئلة كويسشنز اند اسئلة اند انسورز واجابات يعني عن الجدول اللي موجود في الاعلى ابوف ده يعني ايه الاعلى والشارت اخدناها بلكده اللي هو الجدول والراجل يشكر عاطيني مثال بس طالب مني كم مسألة ستة تمام احنا ممكن نعمله ستة دول تمنتاشر هنقولك ازاي اول حاجة لما قاله الموبايل فون اول استخدام لو كان سنة الف ترمية تسعة وسبعين فهو عاطي مسال بيقول ايه بيقوله خد بالك بقى من كلمة تستخدم واحدة بس منهم تستخدم ايه واحدة بس منهم يعني هل الناس كان عندهم تليفون موبايل فون قبل الف ترمية تسعة وسبعين ده ازا كان هو اول استخدام كان تسعة وسبعين يبقى الاجابة عنده ايه نو زي ديدينت شايف النفي النفي الماضي ها طب وش عرفك ان في الماضي عشان هو قال لي ديد المسال التاني بقى اللي انت ممكن تعمله هتعمله عال تمام هتقول له ايه بقى هتقول له ديد بيبول نفس السؤال خلاص ممكن تستخدم هاف ممكن استخدم يوز واستخدم باي انت حر التلات كلمات دول استخدم ايه واحدة فيهم قلنا يوز يعني يملك اه قلنا هاف يعني يملك ويوز يستخدم وباي يعني يشتري ايه واحدة فيهم يعني ممكن السؤال ده تجيبه تلات مرات مرة بهاف مرة بيوز ومرة باي اللي لايحك تمام تعال ناخد باي في بيرسونال كومبيوتر اللي هو البي اللي هو في الجدول ده تمام هنقولي بقى ديد بيبول باي اشيل كلمة موبايل فونز وحط مكانها ايه بيرسونال كومبيوتر بيفور اشيل الف وتسعمائة سبعة سبعين وحط الف وتسعمائة سبعة سبعين ناينتين سبنتي سبن والاجابة هي هي ناينتين خلاص بس والكاميرا كذلك والفيديو كذلك تشيل بس كلمة موبايل فونز تمام؟ طيب لو الراجل قال نفس السؤال ده كده هل الناس كانوا عندهم موبايل فونز بي فور ناينتين إيتي يعني هل الناس كانوا عندهم توضع موبايل فونز قبل الف وتسعمائة تمانين؟ اللي جابع تكون ايه؟ ياس مرتز جديد. مركز ها هو هو اول استخدام كان كام الف وتسعملين تسعة وسبعين طبعا لو قلتلك سنة تمانين قبل تمانين كم يستخدمه تقول لي ايه طبعا ده لان هو مستخدمه تسعة وسبعين تقول له يس زي ديد. هتكمل كم جملة زي ما انت عاوز بقى ستة اتناشر تمنتاشر على حسب انت بس استخدام ها اف ولا يوز ولا باي نقليل الصفحه ونقشه على صفحه. ستة تمانين لاكمل خمس بيقول لي ايه give the past sample of these verbs يعني give يعني يعني يعطي past sample الماضي البسيط لهزيه افعال 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 راجع الاجابات في جدول مكتوب اول المدارع كلمة واتش 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 كلمة واتش 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 المدارع واتش واتش المدارع الان وانت وينت ده. اخطي اي دي. اي دي. احسن تبقى غلطان. ده الباست بتاعها ونت. ده الباست بتاع جو. يعني ما تقول ايه? اي جو تو سكول? تتكلم عن المبارح I went to school أنا ذهبت المبارح I went Drive يعني يقود أو يسوق السيارة أو التالب El past drove D-R-O-V-E present Ride Ride يعني يركب إما الدراجة يركب الحصان Ride الموادي بتاعها R-O-D-E Write يكتب كتب wrote W-R-O-T-E Use يستخدم تحطينا بس حرف D used Take يعني يأخذ الموادي بتاعها أخذ Talk T-O-O-K كتبهم على مهلك واحدة واحدة واحفظهم يلا التمرين رقم 6 Make sentences اجعل جمل اعمل جمل أغطيني Today يعني النهاردة يعني الوقت الحاضر Watch Video شوفوا الجملة دي الأولى دي الجملة أولى Watch Video هنقول لي بقى We watch videos now We watch videos now Now عشان Today الآن في هذه الأيام الجملة التانية سنة 1950 Go Cinema بتكلم عن الناس اللي هما كبار السن In 1950 They didn't watch videos الأول أنا بنف ان هما كانوا بيشاهدوا فيديو سنة 1950 تمام They went to the cinema هما كانوا بيذهبوا إلى السينما تاني الرجل أعطيني جملتين Today Watch Video والجملة التانية 1950 أو 1950 Go cinema هيعمل ايه عايزوا بتو الجملتين دول مع بعض بيقول ايه الجملة الأولى هخليها كده We watch videos now قولتلك now عشان كلمة Today In 1950 They didn't watch videos أنا نفيت ان هما كانوا بيشاهدوا الفيديو They went to the cinema وهكذا مع الجمل اللي جاي Today Drive Cars حاولي بقى نفس الجمل المكتوبة بالأحمر دي قدامي We Drive Cars Now وحطيت الفعل Drive وحطيت videos وحطيت Cars في سنة 1900 بقى ها In 1900 They didn't Ride Cars هما ما كانوش بالكابو السيارات They المودي بتاع Ride هاخدوه من الجدوة بقى Road They rode horses كانو ها بيمططو الأحصنة Today Write emails 1960 1960 Write letters هاخدوه من الجدوة هاخدوه من الجدوة هاخدوها لكنت تحل البقى ويكتبوه خطبات في سبعة عشان ننهي الدرس التاني بيقول لي Rehab's office is very modern المكتب بتاع رحاب اللي قاعدة على المكتب بتاعها هي ومكتوب قصاد منها رحاب حديث جدا She is telling you what it was like 20 years ago هي هتقول لك ان المكتب بتاعها كان ايه شكله ايه من 20 سنة فاتت Complete hair words اكمل الكلمات بتاعتها Use the past symbol انت بتتكلم لسه على الباست symbol الماضي البسيط تعالوا نشوفوا السبت الحاب بتقول ايه My office has an air conditioner and is very cool بتقول لك المكتب بتاعي ها عنده مكيف والمكيف ده مخلي الجو بارد جدا بط ولكن 20 years ago من 20 سنة فاتت The office خد بالك بقى هي كانت نقط وnot have طالما انت بتتكلم في الباست didn't have The office didn't have an air conditioner المكتب ما كانش عنده مكيف هواء او لديه مكيف هواء People opened The windows They use and they use the fans الناس اللي معاها في المكتب كانوا بيفتحوا الشباك وبيستخدموا الفانس اللي هي المراوح Now My office has an international phone أنا المكتب بتاعي في تليفون دولي But 20 years ago ولكن منذ 20 عاما The office didn't have an international telephone ما كانش عندي تليفون دولي People walked to a hotel And used the telephone And used the telephone in the hotel الناس كانت تذهب للفنادي علشان تتصل بالموبايلات بالتليفونات الدولية 20 years ago منذ 20 عاما The office didn't have any computers وكانش عندي ولا كمبيوتر The staff wrote everything on paper كان بيكتبوا كل حاجة على الورق رجع الدرس مرة واثنين وثلاثة رجع الكلمات مرة واثنين وثلاثة ونلتقي ان شاء الله في الدرس الثالث اتلت